في حاجة بس كده في برنامج اسمه مندلي البرنامج ده احنا بنيجي نتعامل مع اللاتيكس وكده المفروض ان انا بكتب كلام واللاتيكس بقى بيعرضولي على طول وبيعرضلي حاجات كتير اوتوماتيك تمام الفكرة ان في مراحل كده انت بتقوله لو سمحت عرضلي عندك في اللاتيكس وبتكتب اللات الريفرنس بشكل معين المندلي هو برنامج بتستخدمه برنامج كده على جنب يعني بتستخدمه علشان يتعامل مع الريفرنس رقم واحد بيعمله انه هو بيكتب لك الريفرنس يعني بيكتب لك الريفرنس بتاعك بشكل معين لان الريفرنس ده معناه وان نفرض كتاب الكتاب اللي بيكون له مؤلف بيكون له سنة تقلب فيها وله عنوان او اسم طيطل يعني وله برضو المكان اللي اتنشر فيه مش عارفة بيقولها ايه بس المكان اللي اتنشر فيه وحاجات تفاصيلة كتير انت بقى تكتب المعلومات دي كلها بقاني ترتيب يعني اسم المؤلف وبعدين اسم الكتاب وبعدين المكان اللي نشر وبعدين السنة ولا السنة الاول وبعدين كذا ففي العموب فيه فورمات جنرال للناس كتيرة زي مثلا اي تريبل ايه فورمات للريفرنسيز هارفورد للريفرنسيز مش عارفة بانكوفر يعني فيه كذا ايه حاجات سابتة هتلاقي كل واحد من دول يقول لك ايه بص انا هاعرض الحاجات الفابتك يعني هتلاقيني بحط لك ريفرنس 1 2 3 بس بحيث يبقى الريفرنسز مترتبة ترتيبها بجد فيه ناس تقول لك لأ انا هرتبها مثلا بالسنين فيه ناس تقول لك لأ انا هرتبها بحيث ان هو ايه تبص على الترتيب ان انا عندي الاوسر بعدين اسم الحاجة بعدين السنة بعدين كذا فيه كل حد له فورمات معي فالسؤال دلوقتي لما باجي اكتب في الدوكومنتيشن بتاعت سواء كانت مثلا دوكومنتيشن بتاعت مشروب تخرب الدوكومنتيشن بتاعت مصر او دكتورو وانا بكتب الدوكومنتيشن دي بكتبها بكتب الريفرنسز كده يعني مثلا ايه اقول الاسر الاولاني مثلا الهين وبعدين عملت حاجة اسمها ايه جي بعدين مش عارفة سنة 2020 بعدين اقول مثلا في جورنال مش عارفة ايه همانني هل 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 ده الفورمات طبيعا انت كواحد لسه مش عارف حاجة بتكتب اي فورمات بس المنطق لأ المنطق ان انا عايز ايه عايز امشي على فورمات معين وفي نفس الوقت مش عارز اكتب خالص مش عارز اكتب اصلا فالمند اللي بيخليك تعمل حاجة زي كده خلينا اجربلكو حاجة سريعا تبايللكو الفكرة وبعدين انا بقى نقول الديني دي كده ازاي بس انا عايز انا في الدوكومنتيشن بتاعتي عايز اقولك ان الناس اللي في البيبر رقم كزا solve the problem باي كاز البروبلم اللي انت انترست بيه باي كاز طبعا انا ده واحد انا مش عارز اكتب الواحد دي اصلا كمان بعمل ايه طبعا كل حاجة اقولك جات زي بس خلينا اجبلك الفكرة بس بس بساطة اول حاجة بتيجي عند الرفرنس دي وتتكه insert site طبعا في خطوات قبل ده حصلت بس انا بس عايز اقبالك فايدة المندلي بتكتب كده تقوله مش عارفة البيبر دي مثلا وبعدين ايه تكتب site بين site هنا تقوله site وتروح ايه هيروح وكتب لك كده authors in هتظهر طالبقتي authors in one تمام لو جيت اتكلمت مثلا but authors اي ريفرنس داني authors in كذا السول بإطباء نظر مسود عايز اقول اوثر تاني بس عايز اجرب لك ممم كده insert citation واروح go to mentally واختار مثلا بيبر تانيا واتك كلمة cite تمام اوكي عظيم جدا كده انا عملت في الدكومانشان بتاعتي اتنين الرفرنس عايز ابقى الفورمات بتاع الرفرنس دي انتفقنا اللاتيكس مش بيكتب بدالي هو انت بيبقى معاك تكست بتحطه جوا اللاتيكس بيطلعها لك تمام بيطلعها لك بحيث ان هو يحل مشكلة التهتيب الاطماتيك عايز تصورت الفيجرز عايز تلسط الـ table of content عايز تلسط عايز تكتب التابلز بترتيب عايز تغير دا اللاتيكس بس انت الكتابة نفسها لما تيجي تكتب كده بتكتبها بيدك عادي تمام يعني مثلا انت عايز تقول ايه التابل الاولاني انا عايز يجي في التابل دا يجي هو اول واحد التابل تاني يجي تاني واحد بس التابل اللي جواه انت بتكتبه بيدك ففي مرة من المرات انت بتتعامل مع الـ references في اللاتيك وتكتبها عايزة بقى الـ references دي ما كتبهاش بيدك انت بطبيعي انك هتكتبها بيدك بس انا بقى عايزين نجي عند الحتة دي ونتكلم فيها ان انا ماذا لو انا مش عايزة اكتبها في ايدي او عايزة اكتبها في فرمات معين بس تخدم بقى برنامج الميندل دا بتيجي تقف عند بتكتب في الحتة دي وتكتب ايه insert bibliography بس كده خلاص كتب لي ايه الـ references اتمنى اللي انا بقوله يبقى واضح انا بس عايزة الـ references ايه يكتب فكتب دلوقتي قال لي ان في بيبر الاولين اللي انت اخترتها اسمي feature extraction and selection مش عارفة ايه اا والاسر بتاعها كذا وبعدين الـ journal بتاعاتها كب كذا وبعدين اتعملت سند كذا في معلومة تانية خاصة باي بيبر اسمها دي او اي يعني كأنها رقم قومي كده لكل بيبر اا دا الفورمات طيب اا هنعمل ايه بس هي دي فكرة الميندلي واحدة من المزايا الكويسة جدا في الميندلي ان هو بيكتب لك reference automatic ما بيخليكش تكتب ايه انت التفاصيل بنفسك بيعملك citation يعني اا طبعا الحاجة الاهم للميندلي حاجة تانية بس احنا بنقول ايه اا بنقول بس عشان التوضيح يعني طيب ايه بقى الحاجة التانية اللي الميندلي بيعملها هقولها بس ايه اا شوية كده طيب اا خليني مسلا ايه اا اقول لكم اصلا في الاخر انت لو الوقتي لو انت قاعد ما افتحت ال references مش هتلاقي كلمة insert citation ولا كذا دي حصلت نتيجة حاجة اا خطوة اا كم خطوة الاول بس اا اول حاجه انت بتروح على اللينك ده اللي هو mindry دوت كوم. اه طبعا الشاشة دي تكون هي اللي واضحة. بتروح عند الووب سايد ده من دوت كوم. اهو. مسح كل ده كده. تروح على اللينك ده هيقول لك انا اعمل اكاونت كريت اكاونت. بكريت اكاونت. طبعا نعمل كريت اكاونت عشان كده اعمل لي الري دايريك تاعتولي على الاكاونت بتاع. هتعمل اكاونت. مش عارف هتكتب الايميل وباسورد وبتاع. هتعمل اكاونت ليه? لان انت لما بتيجي تحط الريفرنسز عندك على الجهاز وتبقى عايز ترتبها. وديه التسك اللي هي المهمة في المند لي اصلا ان هو عايز يرتب لك الريفرنسز بحيس ان انت واحد بقى بتاع ماجستير ودكتوراه وعايز عندك ريفرنسز بشكل لانهاء. اتا عايز ترتب الريفرنسز فانت بيبقى عندك نسخة على الجهاز والمفروض يكون عندك نسخة على النت. يعني انا مسلا دلوقتي الاكاونت بتاع لو اتكيت على لابراري هيظهر لي ان فيه هنا ايه? هيظهر دلوقتي. هيظهر لي ان انا فيه شوية بابرز دي كده انا مهتمية بيها وعمالة بذكرها مثلا اليومين دول. اوكي? اه دي ايه موجودة على النت? يعني انا انا جاتوا مرة حطا على الاكاونت بتاعي. تمام? دي مسلا بيبرز زي كده. لو جات فتحت برنامج المندلي هتلاقي برضو دي نفس البيبرز اللي عندي. اوكي? ايه بقى مين بوضع على فين وايه الدخلة? الدخلة يا سيد ان انت هدخل على الاكاونت ده. هتدخل على على اللينك ده وهتعمل اكاونت. تمام? وبعد كده هتروح رايح على اللينك ده وتعمل ايه? اه اه تروح هكتبه في الدرايف هنا وهيظهر لك حاجة زي كده تعمل تنزيل. تنزيل يعني ايه? يعني انا عايز اناس دي البرنامج بتاع المين بليه? عندي على الجهاز. هيفتح لي حاجة زي كده. بعد ما تسطبه طبعا يعني. تمام? هيفتح لك برنامج هتسطبه. هيظهر لك حاجة زي كده. ال 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 برنامج اصلا مفروض ان هو متقسم الى تلات اماكن خليني بس افتح مسلا حاجة زي كده. المفروض يعني ما علينا. اه. انا عايزها بس مش مشكلة. اه. دلوقتي انا عايزة الميندلي خلينا امسح عصا كل ده عادي. فتحت برنامج الميندلي يعني خدت اللينك وعملت تنزيل وعملت تسطيب تسطيب وعملت دابل كليك على الشورتوكات اللي موجود على الدسكتوب او حتى كتبت هنا في السيرش كلمة ميندلي. هيظهر لي. اوكي. وبعدين ال برنامج ده هتفتح. عايزة اعمل اديف فايل جدا اعمل فايل. اد فايلز. وروح على المكان اللي انا عايزة اضيف فيه. افرد مسلا اضيف منه يعني. افرد مسلا ان هو ايه تو بيبرز دول. اوكي. ويعمل كده اوبن. هيروح هو عامل ايه ضيف لك الحاجات دي ايه. ال بيبر دي والبيبر دي الضافت. خلاص. مفروض نمتك عليها كده. بيعمل حاجة تانية هو. مش مشكلة. اه دي كده الايه الصفحة بتاعتي. او الايه البيبر بتاع. ايوا ده اللي انا قصد عليه. اوكي. هيظهر لي ال 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 بيبر. انا وقف على دي. هيظهر لي معلومات عنها على جام. فادي نعمل النوتيشن. مهم? اتك على دي. هيظهر لي حاجات اينا على جام. بوها كز. يبقى انا دلوقت عرفت ازا ايه هو برنامج المندلي وفاديته ايه? وارفت ازا انا نزله. ولو لما انا نزلته اه ايه شكله يبقى عامل ازاي. هعرف من هنا هعمل فايل اد. ممكن اد فايل ممكن اد فولدر كمان يعني لو عندي فولدر اصلا ايه موجودة عندي. ويه بقات فايلز? ولما بقات واحدة من الفايلز دي. اه بيظهر لي هنا على جنب على كل فايل اسم الفايل. اسم سوري ال 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 بيبر. والقصرز بتوعها. موجودين اصلا عندي بالاسم ده. اتلاقي مثلا عندك. دي اسم الجورنل. ودي معلومات عن الصفحة. ودي الابستراكت. اه. والكلمات الثانية. اللي هي كيوورد اه. كيووردز. اه. اه. والبيدي اف فايل لو انت عايز تعمله دا و اللوت. ومعلومات تانية اوكي? طيب. اه. خلينا نقفل ده كده ده بقاتي. طيب. اه. ممكن بيسمحلي بايه تاني ان انا اشوف اشوف اللي ممكن أعمل كومنت على الفايل أجل كده على الفايل وأقول إيه مثلاً This file This file Is important Important اللي سبب من ما يعني ماشي وتكتب is important فأنا خلاص أماجي أروح واجي بقى وعد علي وقت أجل أفتح الفايل بتاع سريدي أفتكر أن أنا عملت كومنت ممكن أقول مثلاً Page 2 Has link Important link فبعرف من النوت دي المعلومات اللي أنا شفتها وأفترض أن أنا فتحت الصفحة شوف أليه أنا عملت كومنت ماذا اللي هي Page 2 مثلاً Page 2 Has comments Has links تمام لو جيت كده لقاء موجودة تاني المفروض لو أنا قفلتها وفتحتها تاني ألاقي كومنت عادي بس هو تلاقي بس كان عنده مشكلة للحاجة فأي صفحة أنت بتضيفها بيبقى لها التفاصيل ليها النوتس الناس اللي هي شغالة في مشروع تخرج مش تهتمة باللي أنا بقوله ده هتهتم أكتر بإزاي اللي أنا عملته في الورد لكن اللي شغال في مشروع دكتوراه تلاقي مهتمة باللي أنا بقوله ده عندي جديد كتيراً محتاج أن أنا رتبها بعمل لها انسرت في مكان وبعدين كل بيبر بيبقى لها التفاصيل بتاعتها ولها نوتس أي كومنت عايز تحطه وبعدين ال CONTENT يعني يعني بيرتبها لك اللي هو من الآخر هي فيها I-QX اللي فيها و I-TITLES يعني تبعاً ده حاجة كويسة يعني الجميل بقى أنت دالوقتي دفت نوتس هنا طب انا النوت دي مثلا ده ما انا اقول page 2. طب ما انا عايز اجي عندي page 2 نفسها او عندي الحتة دي واكتب كومنت. ممكن اقول مثلا ايه? هنا add note واقول ايه? this is مثلا مش عارف ايه? this is my journal مثلا. واسيب كده انا اضاف لي هنا كومنت وتقلي فين مكانه. طب لو انا جيت هنا مثلا اقول ايه? add note this is the year of publication مثلا. ايه كلام. اوكي? publication. يعني انت براحتك بتبقى سعب بتقرى البيبوت وتلاقي ان فيه سطر معين ده هو ده بقى اللي جاب لك من الاخر او اللي فهمك الدني. طبعا ليه كومنت. بتعمل add note. اوكي? رح اقل ايه? an important important paragraph. اوكي? طيب. وكده. وتلاقي بقى الحاجة دي ظهرت لك. لما تيجي تفتح الفايل هتلاقي دي تفتح النوت ستلاقي ما تتكه هنا. كده. ده هو الكليك هيقول لك فين مكان الكمنت. تتكه هنا. جب لك مكان الكمنت. طبعا هو في نفس الصفحة اللي هو دي. وهنا. تمام كده? دي برضو حاجات جاملة اللي هو بيبقى دايس في البحث. او في الريسيرش هيبه فعلا عنده لنكس كتيرة وعنده فايلز كتيرة وبعايز كل حاجة ايه? تبقى. تبقى. تبقى واضحة يعني. او لو ممكن انا اعمل حاجة احط كومنتs يعني. طيب عملت add files وadd folder. طيب افرط ده. انا مش عايزة. كل الحاجات اللي في عندي يتحطي كده. عايزة اعمل فولدرز يعني كل فولدر احط في حاجة. فباعمل create folder. وبقول هنا مثلا ايه? my gp files. لو انا مثلا الحد بتاع مشروط اخر. اجي هنا وراح قيل ايه? اا كده خلاص. وراح قيلة واقفة عند المكان ده وراح قيلة file add files. وراح ضيف الحاجتين اللي هم بتوعي. ده وده. تمام? ضفتوهم انا كده عظيم جدا. اوكي? فانت ممكن تحدد اريا معينة. وطبع اصلا ممكن تكريد كي تيم. يعني ممكن تقول كده كريد جروب. وتقول ان ده ناس معينة. مثلا موايج جي بي برضو. موايج جي بي تيم. وتعمل كريد تيم. وتبقى انت ممكن تضيف فيه تضيف فيه ناس معينة. افرض مثلا ايه? طب مش عايزة اكتب الميل بتاعي عشان ايه? بس هو ايميل يعني. اوكي? بتعمل send invites ان ان انت دي الناس دي هي اللي لها اكسس على الحاجات اللي موجودة هنا. طيب. فانا دلوقتي في الموايج جي بي والماي تيم ده ما فيهوش حاجة. فخليني هنا ما مايجي بي فايلز فيها الحاجات دي. اوكي? خل. اه هو ده الميندي اللي باختصار يعني ما فيهوش اي حاجة. انت بتنزل البرنامج. وبتلاقي ان هو بيتيح لك فرصة ان انت تكريد اكتر من فولدر. كل فولدر بتحط في الفايلز اللي انت عايزها. اه مش فاكرة كان فين اول حاجة. اي حاجة انت حطتها. طريبا التالتة. اه مش اللي احنا لست كنا عاملين فيها كومنتس يعني. فيش مشكلة. اه اي صفحة انت اي واحد انت بتضيفه ممكن ايه تلاقي ان انت تقدر تضيف ليه كومنتس او نوتس او كده. الرسالة دي بتقول ايه بقى? الرسالة دي بتقول. الرسالة دي لو انا قفى الفايل ده. بيقول لي ايه بقى? بيقول لي. انا قفى الفايل الكمبيوتر. لو الفايل ده. لو الفايل ده بشكل ما اتمسح من على الجهاز. هتيجي تدخل على تلزي هنا هتلاقي ايه? ان اسمه هنا مش 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 طرف تفتحه او لو فتحته هيديك الرسالة دي هيقول لك ان انت مش تعرف تعمله ده واللود. فايل زي كده ممكن افتحه لك ماشي بس مش عارف عمل لك ده واللود. طيب بس كده ما فيش اي حاجة. اه الجميل بقى في البتاع دي لما قلت لكم ان احنا لما نيجي هنا في برنامج الورد هتفتح الرفرنسز هتلاقي انسيرت والحاجات دي مش تلاقيها موجودة اصلا مش مش في اي برنامج عادي. بتيجي هنا في البتاع ده في المنتلي وتقول تولز انستول ويب امبورتر وانستول ام اس وورد بلاجن يعني اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والبيبليو جرافي والحاجات اللي هي موجودة هنا دي وبين من دلي وانسرت فتعملت ازاي دي لما عملت لما عملت امبورت في لما عملت امبورت ام اس ورد بلاجد انستولويب امبورتر دي الهدف منها ان دلوقتي انا انا كنت فتحة البرنامج وما كنتش ضفت الجي بي اما كنتش ضفت الجي بي فايلز صح بس ضفت فيها بقى حاجة دلوقتي اللي هو بقى صفحتين دول لو رحت على النت مش هلاقيهم لو رحت على الاكونت بتاعي مش هلاقيهم طبعا يعني ما عارفش يعني غلط يعني انها مكنش لهم تبتهالم ما يجي به فايلز اللي كنتك عملها عملها قبل ما قبلوك يعني اهو مش هلاقي فيها الحالات اللي انا عايزها يعني دا دا فولدر دا خلينا اقول delete دا فولدر اللي كنتم كوناه قبل ما انتم ازجل يعني فاللي بيحصل انا دلوقتي ايه معايا حاجات عايزة اللي اللي موجود على الجهاز يسمع هناك على نت قتك كلمة Synchronize Synchronize يعني نعمل تزامن أوكي فأنا هروح هناك كده على الجهاز بتاعي أتمنى طبعاً أنه هو يكون سريع هتلاقيه هتلاقيه خد نسخة من الحاجات الفايلز اللي عندك على الجهاز وعمل منها نسخة فين هنا معرفش هي بيحمل بين ما يجي بيتيم جدا هي والمفروض يجيلي هنا معي معرفش ايه آآ خلينا نفرش تاني طيب هو ممكن عشان أنا مساحته قبل ما أعمل الطيب آآ سألين أسين كورنوي ستاني مم ففايد Synchronize دي هو إن أنا اللي عملت عندي هنا على الجهاز يبدأ هناك إيه على أنه طبعاً أبسط حاجة ظهرت مي جي بيتيمي ما كانتش موجودة قبل كده آآ فدياً ده مثال يعني أوكي طبعاً مفروض يظهر آآ مي جي بي فايلز بس واضح أن أنا لما مسحتها الأول آآ 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 آ� آآ 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 آ� ده روح بقى على المندلي الاكاونت بتاعي المفروض يكون عمال لي فايل اسمه اهي شوف عمال لي فايل اسمه تستينج اهو فيه تستينج وجوه حاجات تمام فدي الحاجات اللي هي ايه ظهرة في المندلي اولا تقدر تكريت فولدرز كل فولدر تحط في الحاجات اللي انت عايزها تقدر تعمل كومنت على كل بيبر انت عايزها تقدر كل بيبر معك كل التفاصيل الخاصة بيها بحيس ان انت ممكن تروح على الورد وتضيف الرفنس زي ما انا قلت بشكل سهل وطبعا لازم تكون عاملت الانبورت وانستول مستول الامس بلاجل دي عشان يساعدك تكتب الكلام في الورد ودي ايساعدك عشان تعمل فكر تتسينجرونيز والحاجات تظهر عندك ايه في مكان تاني ده باختصار المندلي كحد المتدق يعني اول مرة يتعامل مع المين ديان فلاص ان شاء الله نتقابل فيديو تاني اشتركوا في القناة